هذه أبرز العناوين انتراخت فرانكفورت يضغط على برقوق للغياب عن مبارتي غينيا والسودان تسريبات تكشف عن الفائز بالكرة الدهبية الكاف يفرح واحد خليل زيت مدرب المنتخب المغربي بقوة قبل كأس أمم إفريقيا وهذه التفاصيل والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس انتراخت فرانكفورت يضغط على برقوق للغياب عن مبارتي غينيا والسودان يضغط مسؤول انتراخت فرانكفورت على الدولية المغربي أيمن برقوق لتجنب حضور رفقة المنتخب المغربي المقبل على مواجهة غينيا والسودان شهر نومبر المقبل في إطار الجولتين الخمسة والسادسة من تصفية كأس العالم قطر 2022 ولا يستعجل الطاقم الطبي للنادي الألماني عودة برقوق صاحب الثلاثة العشرون سنة للميادين ويأمل عدم انضمامه لصفوف منتخب بلاده بعدما كان قد تعرض لإصابة في الركب في آخر لقاء أمام غينيا ورغم كل المحاولات التي بدأها انتراخت فرانكفورت وتقديم مؤشرة واضحة أن أصحاب القرار داخل الفريق الألماني لا يريدون التخلي عن اللاعب في فترة التوقف الدولي المقبلة إلا أن أيمن يريد اللحق بأصدر أطلس في تحدي واضح لفريقه تسريبات تكشف عن الفائز بالكرة الدهبية كشفت صحيفة ماركا الإسبانيا عن هوية الفائز بالكرة الدهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 في ظل التنفس الكبير على الجائزة التي تصدر قائمة ترشيحاتها النجم الأرجنتيني ليوني الميسي وقالت الصحيفة أن الفائز بالكرة الدهبية لعام 2021 هو الأرجنتيني ليوني الميسي قائد برشلون السابق ومهاجم باريسان جرمان الفرنسي حاليا وأشار المصدر داته إلى أن التنفس كان بين التلاتي ميسي بنزيمة وليفاندوفسكي في هذا الترتيب وأن ليوني قد حصد الجائزة بفارق الأصوات عن ملاحقه كاريم بنزيمة ويواجه ميسي منافسة قوية ضمن قائمة مختصرة على جائزة الكرة الدهبية تضم 30 لعبا ويتواجد فيها النجم المصري محمد صلاح والفرنسي كاريم بنزيمة والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الكاف يفرح وحيد خليلوزيتش مدربة لمنتخب المغربي بقوة قبل كأس أمم إفريقيا وهذه التفاصيل زفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف خبرا صارا إلى الاتحادات وذلك قبل انطلاقة النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا المقاررة في الكاميرون مطلع العام المقبل ورخص الجهاز الأفريقي للمنتخبات المشاركة في كان الكاميرون بتسجيل 28 لعبا بدل 23 واستنادا إلى قناة الرياضية فإن الكاف يسمح للمنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 بتسجيل 28 لعبا بدل 23 بالنظر إلى الوضع الوبائية المرتبط بفيروس كورونا وفي موضوع ديسلان في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التقارير التي انتشرت أمس التولتاء والتي تفيد بتأجيل كأس الأمم الإفريقية 2021 المقارر إقامتها في الكاميرون يناير 2022 وأشرت تقارير إلى وجود مشاكل في البنية التحتية في الكاميرون قد تؤثر على إقامة النسخة الثالث والثلاثون من البطولة الأفريقية وتحتضن الكاميرون نهائية كأس الأمم الإفريقية بين التاسع من يناير حتى السادس من فبراير من العام المقبل رفع الراتب أو الرحيل شروط بقاء نسير مزراوي مع آيكس يبدو أن مستوى نسير مزراوي هذا الموسم مع فريق آيكس مستردام الهولندي جعل اللاعب يضع شروطا واضحة للبقاء مع فريقه الحالي أو المغادرة إلى دوري آخر وحسب موقع سبورت نيوز الهولندي فإن الأصدى المغربية الذي يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم سينتهي عقده الصيف المقبل ويريد الحصول على راتب جيد يليق بمرضوده أو سيرحل إلى نادي آخر ونقل الموقع المذكور تصريحا سابقا لمزراوي يقول فيه إنه كان في الفترة السابقة بدون وكيل أعمال والآن قد تعاقد مع مينورايولا وهو من يجري المحادثات مع الأندية وارتبط اسم صاحب الثلاثة والعشرون السنة بكل من برشلون وريال مادريد الإسبانيين إضافة إلى رغبة أندية إيطالية في ضم مزراوي ابتداء من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ويقدم مزراوي حتى الآن مستوى كبير في الدور الهولندي حيث سجل أربعة أهداف ومرر هدفين في عشر مباريات شارك فيها كلها أساسي العلاج الطبي لمارادونا كان سيئا جدا وأدى إلى وفاته قال المحامي السابق لأسطورة كرة القدم ديوغو مارادونا إن العلاج الطبي المقدم لموكله كان سيئا جدا وأدى إلى وفاته بعد شهادته في التحقيق في وفاة النجم الأرجنتيني وقال ماتسيا سمورلا للصحفيين بعد شهادته لأكثر من ثلاث ساعات في مكتب المدهي العام في سن إس ديرو في الضواحي الشمالية لبوينا سيروس الذي يحقق في ملبسة وفاة مارادونا وقال الأخطاء التي ارتكبت كانت كثيرة لأن ديوغو مات انتفخ وانتفخ المسكين حتى انفجر قلبه وأضاف المحامي إن العلاج الطبي الذي سلقاه مارادونا كان سيئا جدا وأدى إلى وفاته وتوفي مارادونا الذي كان يعاني من مشاكل في الكيلة والكبد وقصر في القلب وتدهور عصبي وإدمان على الكحول ومخدرات توفي بنوبة قلبية في الخامس والعشرون من نوامبر 2020 عن عمر نهز الستون سنة وذلك بعد أسبوعين من إجراء عملية جراحية لورام دموي في الرأس وكان مارادونا يتعافى في مسكان خاص تحت إشراف فريق تبي من سبعة أشخاص استمعت إليهم النيابة العامة سابقا في إطار التحقيق في القتل غير العامد في ظروف المشددة لتحديد ما إذا كان نجم الكرة المستديرة السابقة تورك لمصيره من قبل فريقه المعالج قبيل وفاته ما أدى إلى علاج غير ملائم أسهم في موته البطيء وروا ماتيس مورلا زيارته الأخيرة إلى موكله في السادس عشر نوامبر قبل تسعة أيام من وفاته وقال عندما دخلت المنزل كان صوته غريبا وآليا وحدا جدا ومتقطعا أبلغت الجميع بحالة دياغو الصحية ثم بعد ذلك أدركت أن ذلك بسبب كمية الماء المحتفظ بها في الجسم ووصف المحامي بالجنون قرار الأسرة بمواصلة تعافي مارادونا خارج المستشفى وقال مارادونا لم يكن لديه سبب للذهب إلى المنزل عندما قال الأطباء أنه اضطر للبقاء في العيادة الخاصة معتقد أنه تم التخلي عنه من قبل ابنته في إشارة إلى ابنته الكبيرتين ظالما وجانينا وتابع لكن هناك شيء هو المسؤولية الأخلاقية والآخر هو المسؤولية القانونية ودخل ماتياس مورلا والنجلتان الكبيرتين للنجم الأرجنتيني السابق في معركة قانونية حول استخدام ماركة مارادونا في بداية شجنبير الماضي رفض القضاء الدعوة التي رفعتها ظالما وجانينا ضد مورلا المرخص له بتسويق الأسماء والألقاب والأسماء المستعارة التي تشير إلى مارادونا الذي كان قد منحه توكيلا عام 2015 من أجل تقديم الدعم المالي لشقيقاته وتم اللجه إلى القضاء المدني أيضا بخصوص اقتصام إرت النجم السابق لنادي برشلون الإسباني ونابولي الإيطالي بالإضافة إلى دارما صاحبة الأربعة وثلاثون عاما وجانينا صاحبة الاثنين وثلاثون عاما اعترف مارادونا بثلاث أطفال آخرين من علاقة مختلفة دياغو جونيور أربعة وثلاثون عاما وجانينا خمسة وعشرون عاما ودياغو فرناندو تمانية أعوام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر